النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة عمل شرباط النعناع او الشرباط بتاع نعناع نوان مركز. طبعا معنا هنا ربط النعناع فريش. طبعا انا غسلتها كويس جدا. وستامة الصفة من المياه بتاعتها كده. وهقول لكم اول خطوة احنا هنعمل باقيه. وطبعا احنا هنستعملها بالايدان بتاعتها. هنستعمل كل كيلو سكر عليه تلاك كبيات مياه. بس انا هستعمل بكوباية ديت تلاك كبيات من السكر. وعليهم كوبايتين من المياه. يعني احنا استعملنا في الوصفة النهاردة تلاك كوباية من السكر. والمياه بنفس الكوباية بتاعت السكر. معيار الكوباية اللي انت عييرت بقى السكر هو نفسه بتاع المياه. طبعا احنا حطينا تلاك كوبايت من السكر. وحطينا كوبايتين ونص من المياه. وهنقلبهم على النار. لغاية مي سكر يدوب خالص وبعد ما السكر بتاعنا يدوب وتبدأ تيغلي المدة خمس زقايق لازم يكون عينك على السيرب بتاعنا عشان هو بفور وتهد عليه النار خالص ونجيب نص لامونة طبعا هنعصرها على الشربات بتاعنا ونسيبه لمدة خمس زقايق ويكون كل شوية تبص عليه وبعد خمس زقايق طبعا هنحط عليه النعناه الاخضر بتاعنا اللي هو الفرش طبعا هو بيغلي معنا هوت وطبعا هديت على النار خالص انا بجيب لكم خطوة واحدة واحدة معاكم اهو طبعا هنضيف الوقت النعناه بتاعنا بالعدين بتاعته وتكون يغسله كويس جدا وهنسيبه بقى على نار هدية لمدة نص ساعة وطبعا من وقت للتاني هنشوفه ولو عندك فرشة تبليها مية وتيجي على جوانب الحلة وتمسحيها عشان ما يكرمرش منك السكر بتاعنا ما يكرمرشي ويديك النتيجة اللي انت هتشوفيها دلوقتي طبعا انا هديت عليه النار خالص وهنسيبه الوقت على نار هدية خالص هو خلاص لسه شوية وهيكون معاك لون اخضر من عند العطار اللي احنا هنستعمله مع بعض دي بعد ما عد عليه نص ساعة بقى بالسوم كده الوقت خلاص احنا اخر خطوة نعملها هنضيف تلات نقط من اللون الاخضر وهنسيبه ياخد غلوة واحدة بس وبعد كده هنصفيه ونسيبه يبرده طبعا شوفو هو بفور احنا قلنا لازم يكون النار بتاعته هادية وطبعا شدناه من على النار وهنبدأ الوقت نصفيه بالشكل ده وطبعا حاسب ايديكي لان هو سخن جدا وهنسيبه طبعا لما يبرد خالص لمدة كمان نص ساعة وهوريكو السمك بتاعه واصل ازاي اهو يبقى تقيل خالص زي الزي عسل النحل كده دي اللي احنا عاوزينه وطبعا معايا ازازة هوت هنبدأ نعبيها بعد ما برد طبعا الطريقة سهلة جدا ونخدتش من لنا وقت خالص والنتيجة مبهرة فعلا يا رب الفيديو النهار ده يعجبكم وانعجبكم بقى الفيديو لا تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة